انتلقت قافلة طبية في قرية نوادرية تابعة لمركز فارسكور بضميات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن القوافل الطبية عيادات متنقلة بكافة تخصصات طبية ومعاملان وصيدلية وجهاز أشعة كما تم صرف الأدوية بالمجان واستإجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا القوافل العاجية تقدم خدمات العيادات الخارجية في مختلف التخصصات وأيضا معها عيادة الأشعة وعيادة المعمل جميع أنواع التحليل التي يحتاجها المرضى أيضا تقدم خدمات الإحالة للمستشفيات العامة والمركزية داخل محافظة ضميات بالإضافة إلى قرارات نفقة الدولة لغير القادرين لكل العمليات الجراحية المتاحة وكل الأمراض المريض بعدما بيخلص دورته في القافلة سواء كشف أو أشعة أو تحليل بيتوجه للعيادة التسجيل الطبي أو للصيدلية بمعنى أصح بيتوجه للصيدلية الدكاترة بتستلم منه تسكرة بيسجلوها عندنا على سيستم خاص بنا بيربط القافلة ببعضها بعدما الأدوية بتتسجل على السيستم وبتتراجع المريض بيستلم تسكرته وبيتوجه للصيدلية بعد كده الدكاترة اللي موجودين في الصيدلية بيستلم منه تسكرة وبيرجعوها كويس جدا فبالتالي التسكرة بيتعمل لها ضعب الشيك من كذا صيدلية عشان نضمن أن الأدوية بتوصل بشكل سليم للمريض